رزق الله سيدة بثلاثة أبناء من الذكور ورغم صلاتها وصيامها كانت لا تهتم بجيرانها ولا تحسن معاملاتها معهم ولا تستمع لنصائح زوجها الصالح الذي كان يحسن إلى جيرانه ويذكرها دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وعندما كان يقول لها أنها ستحتاج إلى جيرانها في يوم ما كانت تقول له في غرور ما حاجة للجيران ولي ثلاثة أبناء من الذكور مرت الأعوام وتوفي الزوج ثم تزوج الأبناء وتركوا بيت أبيهم وظلت الأم بمفردها داخل البيت واحتاجت لجيرانها ولكن لخجرها منهم لم تطلب مساعدتهم وحزنت على سوء معاملتها معهم واستغفرت الله كثيرا وفي أحد أيام الشتاء الممطرة وأثناء ما كانت هذه السيدة تغلق نافذتها بالدور الأرضي شاهدت تحت نافذتها قطة صغيرة مبللة تموء من البرد والجوع فطلبت من أحد المارة أن يناولها القطة وبعد أن أخذتها قامت بتدفئتها وإطعامها ثم نامت القطة فوق أحد الكراسي فتركتها السيدة ودخلت لثنام استيقظت السيدة على صوت القطة التي ظلت تموء بصوت متواصل وتابعت الصوت فوجدته صادرا من المطبخ بجانب قنينة الغاز التي كانت تسرب الغاز وجعلت رائحة المكان لا تطاق فأسرعت السيدة وأغلقت القنينة وقامت بفتح النوافذ وحمدت الله على نجاتها وعلمت أن الله أرسل إليها هذه القطة لتعطف عليها ثم تكون سببا في إنقاذ حياتها فقالت في نفسها عمل خير مع حيوان كان جزاؤه إنقاذ حياتي فكيف كان حالي لو أحسنت تعاملي مع جيراني ثم ذهبت إلى جيرانها واعتذرت لهم عما بدر منها ففوجئت بحسن استقبالهم لها وتخصيص صغارهم للقيام على خدمتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم